نروح بقى مع حضراتكم لأخبار الأشبال في الصحف والمواقع وهنبتدي أول خبر معانا منذ قليل أهلي 2001 يفوز على البنك الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية للشباب افتتح للنادي الأهلي علي عمر التسجيل في الشرط الأول وتعادل البنك الأهلي وفي الشرط الثاني سجل البديل محمد رضا الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي اتنين واحد أقول لحضراتكم برضو تشكيل النادي الأهلي بتدى النهاردة حراست المرمى حمزة علاء الدفاع جلال فارس حمد موسى محمد سلامة أحمد عربي وفي الوسط كريم سعد الله وحسام ياسين شادي ردوان اللي بدأ يجهز دلوتي مع فريش شباب وعبد الرحمن أشرف مانو وعمر رزق وفي الهجوم علي عمر تاني خبر معانا من أهلي 2003 بقيادة الكابتن محمد شرف أهلي 2001 طبعا بقيادة الكابتن شيفة فضيل أهلي 2003 يفوز على المقاولون العرب بثنائية في بطولة الجمهورية افتتح أحمد أشرف تسجيل الأهلي في داية عشرين تعادل المقاولون في الديئة 32 وسجل محمود حمدي هدف الفوزي الأهلي في داية 41 ينتهي اللقاء بفوزي الأهلي 2001 وعجبني جدا محمود حمدي هداف ومهاجم فريق 2003 ماشي بخطة ثابتة من بداية بطولة الدولة هقول لحضراتكو برضو التشكيل اللي ابتدى في أهلي 2003 في حراسة المرمى مصطفى مخلوف دفاع إسلام عبد الله إبراهيم عبد الحكيم محمد أحمد شرقية في الوسط مازن أسامة يوسف شريف أحمد طعيمة وفتكروا معايا الاسم ده أحمد طعيمة ده وافد جديد على فريق 2003 ماشاء الله لعيب مميز جدا هتشوفوه لما ننقل مباراة لأ2003 أحمد طعيمة وميده سامة وميده نبيل وفي الهجوم محمود حمدي وأحمد أشرف أهلي 2005 بقيادة الكابتن سامر عبد الرحمن يفوز على إمبي بثنائية وينفرد بصدارة بطولة الجمهورية المباراة كانت في ملعب إمبي ماشاء الله لعيب 2005 أدوا مباراة كبيرة جدا أمام إمبي وعلى ملعبه افتتح للنادي الأهلي التسجيل سيف أيمن ونجح يوسف عفيفي في إضافة الهدف الثاني قبل أن يسجل إمبي هدف تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز أهلي 2005 بنتيجة 2-1 ماشاء الله سيف أيمن عمل مباراة كبيرة جدا ويوسف عفيفي قدام مباراة كبيرة جدا وفريق 2005 زعنا لهم مباراة هنا على قناة الأهلي وإن شاء الله يوم السبت القادم إن شاء الله نزع لهم مباراة أمام فارقه فريق فيه عناصر وعدة وصعدة هتسمعوا عليها خلال فترة جاية وهي ده يتم تصاعدهم هنقول برضو لحضراتكم تشكيل أهلي 2005 في حراسة المرمى حازم جمال خط الدفاع عبدالله بستنجي ومعتز محمد يوسف جمال طريق فوزي خط الوسط يوسف عبد الحفيز ده نجل الكابتن سيدة عبد الحفيز ما شاء الله يعني بيقدم مباراة قوية جدا مع فريق 2005 ولعيب رائع أحمد وحيد وأحمد عزة برضو من لعيب المميزين محمد عبدالله وسيف أيمن اللي أحرز الهدف الأول للنادل أهلي كان هدف رائع من اللاعبين المميزين وفي الهجوم محمد رأفة سبع لعبين روح لمنتخبنا الوطني للناشئين سبع لعبين من أهل 2006 في صفوف منتخب الناشئين المشاركة في تصفيات أفريقيا أقول لحضراتكم السبع لعبين وأسماءهم في حراسة المرمى عمر كامل حارس مرمى النادل أهلي وأحمد محمد عبدين مدافع وأمير علاء ظهير أيصر ويوسف إسلام وابراهيم عادل لعبها وسط وعمر معوض جناح وحسام عادل مهاجم لما تشوف سبع لعب من النادل أهلي يبقى احنا وقفينه قدام قطاع ناشئين قوي قطاع الناشئين بيخرج للمنتخبات وأيضا للفري الأول فالنهاردة ده شيء بيدل اندل يدل ان فيه شغل كبير جدا بيتم تخطع ناشئين بالنادل أهلي ان يكون متواجد سبع لعبين من النادل أهلي فيه صفوف منتخبنا الناشئين اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في مهمته في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا أولى مباريات منتخب مصر هتكون معا ليبيا يوم 8 نوفمبر المباراة الثانية أمام تونس يوم 11 المباراة الثالثة أمام المغرب يوم 14 هيتأهل فريق واحد من ليبيا وتونس والمغرب ومصر الجزار خلاص مصطدي في البطولة يعتبر صعد للبطولة فإن شاء الله كل التوفيق لولدنا أبناء منتخب مصر للناشئين أيضا مع منتخب مصر المنتخب الأولمبي منتخب مصر الأولمبي اللي فاز على إسواتيني وتأهل لمواجهة زنبيا في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا نجح منتخب مصر عن طريق أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر في تسجيل هدف فوز الفراعنة في ديئة 70 من عمر المباراة شفت أنا المباراة شفت أنا المباراة كانت مباراة قوية جدا من خلال منتخب مصر لكن النقطة السلبية اللي ظهرت في مباراة منتخب مصر أولمبي كم الفرص الكبير جدا اللي تم إضاعته خلال تسعين ديئة يعني النهاردة اللعيبة كان فيه استعجال شوية على هدف الفوز أو هدف التقدم عشان يديهم ثقة لكن النهاردة في مباراة مش هتظهر فيها غير فرصة أو فرصتين مباراة زنبيا القادمة هتكون مباراة قوية علشان كده مكالي المدير الفني لمنتخب مصر محتاج يستعد استعداد قوي محتاج يعمل مباراة ودية محتاج يبقى فيه تجانس أكتر هو عنده قماشة ماشاء الله مميزة من اللاعبين عنده عناصر مميزة من اللاعبين لكن لازم يشتغل خلال فترة اللي جاية على الفرص اللي بتتاح في المباراة من أنصاف الفرص لازم منتخب مصر أولمبي يسجل الشيء المميز برضو فيه منتخب مصر أولمبي زي ما اتكلمنا عن منتخب النشئين وقلنا سبع لعبين تعالوا نشوف برضو منتخب مصر أولمبي اللي بيضم عناصر أيضا من نادي الأهلي كم من اللاعبين عندنا حمزة علاء دي اللاعبة اللي ابتدت مباراة إسواتينة حمزة علاء عربي بدر محمد مغربي أحمد نبيل كوكا مصطفى سعد محمد أشرف ست لاعبين من منتخب من النادي الأهلي موجودين مع منتخب مصر أولمبي كمان موجود معهم أحمد سيد غريب من النادي الأهلي ومعار موجود معهم عبد الرحمن رجدان اللي هيكون ضيف النهاردة في الجزء التاني ده أحد الوافدين الجدد من ودي ديجلة النادي الأهلي اشترى من ودي ديجلة برضو موجود في منتخب مصر الأولمبي فالنهاردة فالنهاردة لعبة كتير موجودة من النادي الأهلي ده الدور المهم جدا اللي بيكون به قطاع الناشئين وكافة خالد بيبه وكل العاملين وكل المدربين داخل النادي الأهلي